السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سنقدم لكم اولا سنشارك معكم بلاتو من اروع ما يكون بلاتو بريستيج كيجي رائب بمكونات بسيطة وبطرق تزيين اللي سهله في المتناول نتمنى يجبكم هاد الفيديو تبعوه من الول حتى الاخر ونخليكم مع المقادير عندي هنا ميتين قرام اللي هي كاس كبير ذي الكوكا ومحمره مطحون مع نفس الكيميا من البيسكويت اللي مطحون بحلعك البيسكويت خدموه بالنوع اللي كتفضله او اللي متوفر عندكم انا خدمت بماريا وعندي شكلة طبيعي بالنسبة لهاد الوصفة فما فيهاش مقادير محدادة ما فيهاش مقادير محدادة يعني انتو ما غدي تشوفو عندكم ميزانكم تبعو الفيديو وغادي تشوفو شنو كاين غناخد ديك شكلات البيض نخلط معه البيسكويت والكوكاو نخلطهم مزيان حتى نحصل على واحد الهجينة انا صورت الفيديو كان شوية البرد نعمر المول كامل بها الطريقة كيف ما كتشوفو حلويات اللي كيوجدوا بسرعة و بسهلين في التحضير ديالهم إلا شتيهم في النظرة اللولة غيجب لك شيء حاجة صعيبة وهما سهلين بالنسبة للعمارة الثانية فانا عندي هنا يو واحد عشرين حبة ديال التمر اللي طحنتها بحال حقا مع مية وخمسين جرام ديال الكوكاو محمرهم طحون مية وخمسين جرام ديال البيسكويت كيف ما قلت لكم العبارة تديرو وش حال ما بغيتو غد نخلطهم بالعسل وسقدروا تعودوا العسل بالشكلات او اللي بالكاراميل كيبقى لكم الاختيار انا مشيت مع السهل خلط تغيب العسل ونخلط مزيان هاد المقادير حتى نتحصل على واحد العجينة بالنسبة للعسل من الافضل تضيفوه تدريجيا باش ما يمشيش يجري لكم هاد الخالط حيش اخصو يبقى شد فراس و باش يمكن لنا نشكلو كيف ما بغينا وفي حال ما جريته غد اضطروا باش تزيدو شوية البيسكويت او شوية الكوكاو سعب في هاد هي العجينة اللي حصلت عليها غد نشوف القوام ديالها واش غد يسمح لي نشكلو هذا هو القوام المطلوب تماما دابا غد يندوز نشكل واحد الكورات كورات متوسطين في الحجم ديالهم منديروهم شكبار بزاف منديروهم صغار بزاف يعني في هاد القياس هنا ياخديت واحد الكيميه ديالشكلات الكحيل غد نخلط معها كوكاو مهرمش من الافضل كوكاو يكون طريفات كبابرين باش كي يجيوزوينين وفي نفس الوقت تديرو الكيميه ديالكوكاو تكون نوافية شوية باش هاد الكورات واش نغمسوهم في هاد الخالط كي يعطيو واحد الشكل رائع انتم ما غدي تشوفوه معايا في الحال سنبدأ كنغمس هاد الكويرات في الشكلات والكوكاو نحاول نحيد الزوائد نحطفق واحد البلاستيك نحن غدي نزوق بشوية ديالاوراق الداهبية كتعطي واحد المندر راقي بزا في الحالويات كتباع عندما للحلوه رخيصه يعني خمسة درام كيعطي كميه لا بأس بها شوفو الشكل كيفاش كي يجي ديال هاد الحلوه ندوز لتحضير الشكل الاخر عندي هنا واحد الكيميه ديالكوكاو مهرمش مع نفس الكيميه من الكوك اللي حمرته مزيان وطحنته باش ما ينشفش اليال حلوه غدي نخلطو بالعسل حتى نحصل على واحد العجين كيف ما كتشوفو هنايا يعني اشكال بسيطة بساف والمدقات رائع جدا انا اخذ واحد المول ديال سيليكون خديت انا هنا شوية ديال هاد المول الميه اللي كيت بحثه هو عندما للحلوه وبتيت كنرش شوية في هاد المول سيليكون من بعد درت شوية ديال الشكلات كطبقة اولى اخذوا يعني اشكال اللي كتجي راقية غدي نوضعها جانبا حتى يكرم زيان هادك الشكلات وندوز هنايا عاو ثاني نحط طرف مول واحد اخر ديال السيليكون ندير شوية ديال الشكلات ونحاول نلبسه مزيان في هادك السيليكون نخلي حتى يبرد نخلي الشكلاتي يشد بلاستو وهنايا من بعد ما قصح لي هاد الشكلات غدي ندوز باش نحط الخالد ديال الكوكو الكوكو نحاول نبرك شوية على كوكو باش يشد لي بلاستو وفي نفس الوقت يلسق مع الشكلات ونكمل بنفس الكيفية حتى نكمل هاد المول ونفس الشيء بالنسبة للمول الاخر غي هذا ما غديش ندير كوكو حسر الفم غدي ندير غي في النص الكبير تقريبا باش نعاود نعمر عليها بشكلات الكحل والطريقة را موضحة في الفيديو كيف ما كتشوفو را واضحة بالسعف وسهلة يعني ما فيها الشعقيدات بنسبة لنوع الشكلات اللي كنخدم بيه كنخدم بقالا ما كيحتاش الاضافات ما كتزيدو لولا زيت لاتشي حاجة غدي ندوز لتحضير نوع اخر خديت مول ديال سيليكون كنوضع فيه الفواكه الجافة المول ووانا مع شوية ديال 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 العقيقات غدي ندير عليهم الشكلات اللي بيض نحاول ندرب شوية المول باش شكلاتي يشد بلاستو ونخليو معا وتاني حتي بردو مزيان عاد باش نضيف الكميه ديال الحوشوه الاخرى عني هاد الحوشوه درت فيها غي كوكاو والعسل كيف ما كتشوفو خلت شوية ديال كوكاو مع شوية ديال العسل حصلت على جينا وهي باش كنعمر هاد المولات احنا غدي نبدك نديمولي في المولات السيليكون نديمولي جاء الحلاوي اللي صاوبت كي تديمولي بسهولة خاسكم غيس خليو الشكلاتي حتي يبرد مزيان احنا هيا غدي نزوق هاد الشكل بخطوط ديال شكلات البيض وشوية ديال عقاق الدهبي وصافي بحال هاكا كنكون وجدت بلاتو بريستير بلاتو هماوي ديال الهمو الشن كي يجغزال بثاف صراحة ديال صراحة ديال تحمرت الوجه يعني اشكال اللي سهلة في المتناول البساط وكيوجدو بالزربة وما فيهمش قوة المقادير وقوة تحضيرات ووجدوهم في الدقيقة التسعين وانتمنى يكون اعجبكم هاد الفيديو ويله اعجبكم ما تنسوش تخليو ليه لايكاتكم ومتعليقكم ولكن انتم ما زال ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد